السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبكم في فيديو جديد في قناة اومجانا ولو اي مرحبا بكم في فيديو اليوم راح يكون تحضير وصفة بسبوسة معسلة بنينا ما شاء الله سهلة وبسيطة ونجحة مية بالمية راح نبدأ مع بعضانا طريقة التحضير كما تشوفوا جبت امبول درت فيه اربع بايضات كاس حليب ودرت له مبشور حبكت برتقال ورح ندلو يعني احنا خيرت الدقيق المتوسطة نعطي لكم لعمارك هنا درت ساميد من القمح الصلب من نوع البركة من ماركة البركة يكون متوسط بش جي بنينة جي خفيفة احنا درت كاس زيت ودرت كاس سكر نخلط المكونات الجفة جيدا ونضيف اول كاس ساميد زوج كيثان ثلاثة ونضيف زوج باكيات خميرة كيميائية ونخلط المكونات التعيم لها غير بالفرشيطة ولا بالفوي يعني ما تحتاش انك تضربها بالباطر رح ونحضروا الشربات الشربات عافون لنباكم الشربات لنحضرها مسبقا بشتبر درت كيسان سكر باربع كيسان ما وطرموش من تشينا كيسان سكر باربع كيسان كيسان سكر باربع كيسان هنا في البسبوسة جبت سينية تدخل الفرن دهنتها بالزبدة درت لها كمية مدقيق نفس الدقيق اللي درت به البسبوسة صبيت كمية من البسبوسة سوف ندير الكمية المتبقية في هذا الاليمينيون فرضية يجيو شكلها عراقي يعني افكار فقط اللي تحب تديرها كامل كمية فرضية تنجم تديرها لكن انا حبيت ندير شوي هك شوي هك التزيين اختياري للامان انا كانت عندي كمية من الكوكاو مقليوم حمص ومرحي ضفت الكمية في البسبوسة وزيينت ثاني كمية اللي بقات اللي زيينت بها البسبوسة تعيم الفوق هذا اللي درتهم انديو فيديال زيينتهم بهذه الطريقة كمية من الكوكاو على الطرف و الكوكاو الملون هذا بذوق البيستاش باللون اخضر ما في حتقه يعني الامان في حتى طعم البيستاش زيينت بالطرف الاخر هنا كانت البسبوسة تعيي طابط بعد ما خليتها في الفرن 15 ندقيق على درشة حرارة 160 طابط و تحمرت جهائلة و شربتها كانت وجدت سقيتها مليح خليتها تشرب و بديت نقص فيها بهذه الطريقة مربعات اللي تحب تقصها مقروضات كما تحب وهنا الكوكاو اللي بقى زيينت به راح نرش كامل الكوكاو اللي عندي و حبات درت حبات كوكاو ثاني اللي بقاولي تزيين اختياري كل واحدة تزيين كما حبت شوي درت لهم كاوكاو و شوي درت لهم لي طرموش تع القارز تعافون تع البرتقال و الكارز هذا المجفف و في الاخير هذا هو شكل هاجة معسلة و الحلوات تحامضة يعني ما هي حلوة تقاهم ما هي نقصة سكر بهذا الشكل نتمنى وصلت اليوم تكون عجبتكم و سهلة كما قلت لكم سهلة في رمشة عين توجد ما تعجزوش موضو حضروها تقهوه و بيها تقهوه و بيها ولا تديوها في يدكم إذا كنتوا رايحين البلاسة قادرين تديوها في يدكم راح تحمر لكم وجهكم و ما نتغلس عليكم نقلكم طالله بزاف يرواحكم و أحبكم في الله و ما تبخلوس عليها باليزام و اللي مش مشتركة راح تشترك في القناة و يوصل كل جديد من فيديوهاتي دمتم في أمان الله و حفظه و سلام